هنروح للخبر اللي قلنا لحضراتكم من نهاردة من الأخبار السياع معنا وهي كرة طائرة سيدات النهاردة منلعب بطولة أفريقيا على نفس ملعب الرجال وان شاء الله فقل حسن بإذن الله يرجعوا ببطولة أفريقيا بإذن الله سيدات طائرة الأهلي اكتسح الواقع الغاني في بطولة أفريقيا النهاردة كانت أول مباراة الفريق الأول لسيدات الكرة طائرة بنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الكابتن حمد الصافي اكتسح فريق الوقت الغاني بنتيجة 3-0 في أول ماتش للفرقين بالمجموعة الرابعة من بطولة أفريقيا رقم 29 اللي بتتلعب في تونس في الفترة من 19 مايو لحد 1 يونيو اللي جاي إن شاء الله وجات نتيجة الأشواط 23-25 و25-11 و25-9 و25-11 فرقتنا هتلعب بكرة مع فريق الجمارك الناجيري فريق قول وأما يوم الثلاثاء فنلعب مع واحد من المرشح البطولة وهو الأنابيب الكيني الكينيا متقدمة جدا في كل الطائرة سيدات بس إن شاء الله التاريخ كل بيقول إن احنا بنتفوق على فريق أنبيب الكيني فرينا بيضم في صوفه 14 لعبة وهم من شروع فؤاد وسهيلة وفيق ونهل سامح وزينة العليمي ودعاء الجباشي وصارة أمين والأوكرانية دانا بوكدانا ومريم مصطفى وندى وليد وآية الشامي ومايا ممدوح وفريد العسالاني ومريم متولي ومي غزالي وفيه مفارقة بس عايزة أقول لحضراتكم إن اللاعبة الأوكرانية دانا كان الاتحاد الأفريقية طلع قرار إن أي لعب أو لعب عايز يشترك في البطولة أفريقيا لازم يكون مسجل في فريقه وبيلعب الدولي لمدة ثلاث شهور وده السبب اللي خلى النادي المنافس هنا في الكرة الطائرة رجال ما يشاركش لأنه طبعا بدون الأجانب مش هيقدر يعني يتأهل لأي دور من الأدوار لأنه يعني الأجانب هم تقريبا قوام الفريق أو قوة الفريق فالنادي الأهلي عشان الأحداث اللي بتحصل في أوروبا وأوكرانيا كان صعب توصل يعني توصل توصل النادي الأهلي قبل البطولة فترة كافية فتم استثناء اللاعبة طبعا عشان هي أوكرانية وما كانش نقدر نجيبها من شهر فبراير اللي فات لأن طبعا عارفين الأحداث اللي حصلت وتعذر السفر من وإلى أوكرانيا ولكن هي بتشارك وأكيد هكون إضافة كبيرة للفريق